اشتركوا في القناة اكتبوا العدد الكسرية الذي يمثل كل جزء ملون بالأصفر اذا لنبدأ بهذا الجزء دائما ابدأوا بالمقام المقام هو العدد كل من القطع او من الاجزاء المتقايصة اذا عندي نفسه المستطيل نفسه القياس ثلاث مرات اكتبه في المقام عندي ثلاثة لكن جزئين ملونين بالأصفر اخدت اثنان على ثلاثة عندي الكل هو ستة لكني فقط اخدت اربعة من ضمن ستة الكل هو تسعة لكني اخدت ستة من ضمن تسعة رأيتم الامر جد سهل استنتجوا ان انظروا حسب الشكل فهذه الاجزاء الاستفراء كلها متقايصة لكن عندي المقامات مختلفة ما دفعنا سوف نوحد المقام ونأخذه هو تسعة سوف نترك ستة على تسعة اريد هنا مقاما يساوي تسعة اذا للمرور من ثلاثة الى تسعة ضربت هنا في ثلاثة كذلك البسط اضربه في ثلاثة سوف تحصلون على ستة ممكن ان اكتوبه كسرا اخر له المقام ستة اذا هنا مررت من ثلاثة الى تسعة ضربت في ثلاثة الان سامر من ثلاثة الى ستة سأضربه في اتنان الضرب في اتنان يعطوني ستة كذلك اتنان في اتنان سوف تعطيني اربعة انظروا انطلقت من اتنان على ثلاثة حصلت على ستة على تسعة وحصلت على اربعة على ستة إذن هذه القطع الصفراء كلها متقايصة وبالتالي يمكن أن أقول أن 2 على 3 هذا القصر يساوي 4 على 6 يساوي 6 على 9 أكتب العدد المناسب للمرور من 2 على 3 إلى 4 على 6 ثم من 6 على 9 إلى 2 على 3 إذن ما فعلناه في الأعلى سوف نعيده هنا بشكل مفصل إذن 2 على 3 أصبح عدد الكسرية مقامه 6 إذن كي أمر من 3 إلى 6 ضربته في 2 كذلك البسط يضرب في 2 وأحصله هنا على 4 هنا كي أمر من 9 إلى 3 انظروا العدد أصبح أصغر من 9 إذن قمت بعمية القسمة إذن عدوا بالعكس وستعملوا الضرب 3 ضربت في ماذا كي أحصل على 9 إذن 3 في 3 كذلك هنا سوف أضع 3 كي أحصل على 6 مقصومة على 3 إثنين نمر للسؤال الثالث ألاحظ وأقارن الأعداد الكسرية بالوحدة باستعمال أصغر أو يساوي أو أكبر الوحدة المقصود بها هنا هو واحد والوحدة هنا تعني القطعة الزرقاء بأكملها هذه هي الوحدة إذن البسط مع المقام كيف ترون البسط والمقام؟ متساوياً إذن البسط يساوي المقام هو نفسه إذن البسط يساوي المقام وبالتالي ف3 على 3 تساوي 1 انظروا الوحدة هي هذه جزأتها وبقيت نفس القطعة لم أأخذ جزءاً منها بل أخذتها بأكملها إذن عندما قلت واحد فهي قطعة متصلة وعندما قلت 3 على 3 فهي قطعة مجزأة لكن القطعة بجوار الأخرى حتى كونت وحدة هكذا مكسرة نمر للكتابة الثانية هنا أخذت الوحدة وأخذت منها جزئين من ثلاثة يعني 2 على 3 2 على 3 كيف تبدو هذه القطعة الزرقة أصغر من الأصلية من الوحدة إذن هذا العدد الكسري 2 على 3 أصغر من واحد إذن سوف أقول أصغر إذن هنا البسط أصغر من المقام لم أريد أن أكتب الرمز لأنه سوف يعطي معنى معاكس لأن الكتاب بالعربية عكس كتابة الرمز هنا البسط مع المقام انظروا 4 على 3 4 هي 4 قطع من ضمن ثلاثة انظروا تجاوزنا الوحدة الأصلية إذن أصبح عندي هذا الكسر أكبر من الوحدة إذن 4 على 3 أكبر من واحد سوف أضعه أمز أكبر إذن أقول البسط أكبر من المقام وهذه المعلومات رأيناها في بداية الدرس نور للسؤال الرابع أكتب العدد الكسرية المكافئة لكل من ذلك نبدأ واحد على خمسة دائماً انظروا إلى مثلاً المقام خمسة أصبح خمسة عشر انظروا دائماً إلى الجهة المملؤة يعني حيث المقام والمقام أو هنا البسط والبسط أشتغل بهذا البسط ومنه أستنتيج قاعدة المرور إلى المقام هنا سوف أشتغل بالمقام ثم أعرف كيف مررت لخمسة عشر أستعملها في البسط إذا الخمسة أصبحت خمسة عشر يبدو أنني ضربت في ثلاثة هذا ما سأفعله في البسط ثلاثة في واحد ثلاثة من ثمانية إلى ستة عشر ثمانية ضربت في اثنين هذا ما سأفعله في البسط خمسة مررت لعشرة انظروا هنا لم أستعمل المقام لأني لن أحصل على شيء باثنى عشر لكن خمسة توصلني إلى عشرة إذا الخمسة ضربتها في اثنين أصبحت عشرة كذلك اثنى عشر اضربوها في اثنين تصبح أربعة وعشرون تسعة كي تصبح ستة وثلاثين ضربت في أربعة كذلك عشرة ضربوها في أربعة تصبح أربعة هنا عندي متساوية تتكون من خمسة أعداد كسرية إذن كل هذه الأعداد الكسرية إما ينقصها بسط أو ينقصها مقام هذا هو مفتاح هذه المتساوية اثنان على ثلاثة هي التي ستساعدنا لإيجاد كل هذه الأعداد التي تنقصنا إذن لنبدأ بالأول ثلاثة للمرور إلى تسعة ضربت في ثلاثة كذلك اثنان في ثلاثة ستة وجدت الكسر الأول عودوا دائما إلى العدد الكسري الأصلي المبسط اثنان على ثلاثة ومروا مباشرة إلى هنا من اثنان إلى ثمانية ضربت في أربعة كذلك ثلاثة ضربوها في أربعة ما حصلتم عليه اكتبوه أعود دائما إلى الكسر المبسط هنا اثنان على ثلاثة مروا إلى هذا الكسر ثلاثة كأحصل على ثلاثين ضربت في عشرة كذلك اثنان في عشرة عشرون دائما أعود من اثنان إلى عشرة ضربت في خمسة كذلك ثلاثة في خمسة خمسة عشر السؤال الخامس أختزل الأعداد الكسرية في أبسط الصورة الاختزال هو كتابة العدد الكسري بشكل مبسط يعني هذه الأعداد يجب أن تبدو أصغر من هكذا ليس البصل وحده وليس المقام الوحده بل هما معا هذا هو العدد الكسري المختزل إذن أربعة على عشرة ولاحظوا أنني ممكن أن أقسم البصل والمقام على اثنان إذن إذا قمت بالقسم على اثنان هنا وهنا فأربعة مقسم على اثنان اثنان وعشرة مقسم على اثنان خمسة وهنا ما بين تسعة وخمسة عشر يبدو أن تلاتة هي القاسم المشترك تقسيم التسعة وتقسم خمسة عشر عندما أقول قاسم أنها تقسمها دون ترك الباقي يعني الباقي دائما صفر يعني تسعة مقسم على تلاتة تلاتة وخمسة عشر مقسم على تلاتة خمسة عضو بشكل عكسي ثلاثة في ثلاثة تسعة خمسة في ثلاثة خمسة عشر دائما للتأكد عضو بشكل عكسي ما بين ثلاثة واثن عشر القاسم المشترك هو ثلاثة إذا قمت بقسمة ثلاثة على ثلاثة أحصل على واحد اثن عشر على ثلاثة أربعة إذن واحد في ثلاثة ثلاثة أربعة في ثلاثة اثن عشر بين ثمانية وستة عشر نعرف أن 16 مضاعف لـ 8 إذن أستعمل 8 مباشرة 8 مقصوم على 8 1 و 16 مقصوم على 8 2 إذن عودوا بالعكس 1 في 8 8 2 في 8 16 وهنا 45 و 63 و 60 أرى بأن 45 و 63 و 60 هي مضاعفة العدد 9 يعني أجدها في جد والضرب 9 بكل بساطة إذن يجب أن أقسم مباشرة على 9 فيماذا أضرب 9 كي أحصل على 45 5 فيماذا أضرب 9 كي أحصل على 63 7 إذن 5 في 9 7 في 9 كأنني هنا قمت بقسم القسم على 9 الكسر الأخير 56 على 42 هذين العددين من مضاعفات 7 إذن سوف أقسم على 7 البسط والمقام ما هو العدد الذي يضرب في 7 ويعطيني 56 إنه 8 ما هو العدد الذي يضرب في 7 ويعطيني 42 إنه 6 لكن أرى أن هذا الكسر يمكن أن يختزل لأنني أرى 8 و6 عدديني زوجيين يعني رقم الوحدات إما صفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 إذن ممكن أن أقسم على 2 إذن إذا قمت بالقسم على 2 أجد 4 وهنا أقسم على 2 سوف أجد 3 ممكن أن أحصل على 4 على 3 مباشرة ولكن بالقسمة على 14 مباشرة لماذا قلت 14؟ لأن الاختزال الأول استعملت فيه 7 والاختزال الثاني استعملت فيه 2 ضرب 7 مع 2 أعطاني 14 إذن ممكن أن أقوم بالعمل مباشرة وأمر من الكسر الأول إلى 4 على 3 السؤال السادس أكتب الرمز المناسب مكان النقط أصغر أو يساوي أو أكبر إذن في هذا السؤال سوف نقارن رغم أن في بعض الأحيان ليس عندي نفس المقام لكننا لن نستعمل توحيد المقامات وهناك وسائل أخرى لتحديد الأكبر أو الأصغر غير توحيد المقامات إذن لنبدأ هنا عندي المقام موحد يعني عندي 10 عشرة أستطيع أن أقارن البسوط بطريقة عادية إنما أقول عادية أعرف أن 6 أكبر من 4 كذلك الكسر بأكمله 6 على 10 أكبر من 4 على 10 لكن هنا العكس هنا ليس عندي نفس المقام وإنما عندي نفس البسط عندما يكون عندي نفس البسط فالمقارنة تكون عكسية ما معنى عكسية؟ أن ما قارنته في المقام منطقي أن أقول 4 أكبر من 3 لكن الكسر سوف يكون بالعكس 4 أكبر من 3 إذن هذا الكسر كله أصغر من الكسر الآخر فهمتم معنى المقام العكسية؟ تكون إذا كان عندي نفس البسط لماذا؟ إذا أخذنا نفس البسط وقسمته على 4 يعطيني جزءاً وإذا قسمته على 3 يعطيني جزءاً أكبر تخيلوا معي أن عندي قطعة حلوة إذا قسمتها على 2 سوف يكون نصيب كبيراً وإذا أخذت نفس قطعة الحلوة وقسمتها مع 5 أشخاص سوف يكون نصيب صغيراً إذن كلما كبر المقام أصبح العدد الكسري صغيراً نمر لهذا المقارنة كذلك عندي نفس البسط المقارنة عكسية 8 أكبر من 7 إذن الكسر كله أصغر من الكسر الآخر هنا لا بسط ولا مقام متساوياً لكن ألاحظ أنني أستطيع المرورة من 3 إلى 9 بالضرب في 3 وهنا من 2 إلى 6 بالضرب في 3 كأنني أضرب البسط والمقام في 3 وأحصل على هذا العدد إذن هذان الكسران متساوياً يعني هذا الكسر يكافئ هذا الكسر هنا عندنا 10 و10 نفس البسط المقارنة عكسية إذن 15 أصغر من 20 إذن العكس أكبر الكسر كله أكبر هنا عندي 12 على 12 1 3 على 3 1 يعني عندي 1 في الجهتين يساوي هنا 1 و1 كتبه بطريقتين مختلفتين هذا كل ما في الأمر هنا 1 مجزأة إلى 12 أخدت جميع أجزائها 1 مجزأة إلى 3 أخدت جميع أجزائها دائماً عندي نفس الوحدة هنا نفس المقام مقارنة عادية 7 أكبر من 6 الآن عندي عدد صحيح يقارن مع عدد كسري العدد الكسري ممكن أن أختزي له 12 على 4 إذا قمت بقسمة 12 على 4 سوف أجده 3 وبطريقة أخرى عدد مضروب في 4 يعطينا 12 إذا هذا العدد الكسري يساوي 3 إذا هنا عندي تساوي تساوي